اشتركوا في القناة القلوم المتقدمة للابتكار والبحث العلمي قصتها وشاهدت بحقها في هذا الرفورتاش وراشين نتعرفوا إليها كثير ما تنشوفين هي أول إمرأة كتقوم بإدارة المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة لابتكار والبحث العلمي نوال شريبي ابنة مدينة الريباط منذ تعيينها كمديرة عامة بهذه المؤسسة سنة 2018 شغلت سيدة نوال علقية بمجموعة من الأبحاث الطبية وتطوير عدة اختبارات مغربية الصنع والين بينها تقم تحديد فيروس كوفيد-19 واختبار تشخيصي لدى السل بفضل الحكامة والإرادة ديال السيدة نوال الشريبي تمكننا هذه السنوات كاملة باش نزيدوا بالمؤسسة اللي قدام وباش يكونوا المؤسسة تحقق إنجازات مهمة في بزاف ديال المجالات مجال التكهار ديالي كيدو ديالنوستيك للأمراض سيدة اللي أنتها قلب كبير أخلاق عالية إنسانية كبيرة إضافة للمهارات دياله المهنية في الإدارات والمانية اللي كتمكنها من إدارة وتسهير 250 باحث ومهندس مغربي في هذه المؤسسة 15 سنة هي المدة اللي قدرتها السيدة نوال بمؤسسة مصير الشي اللي خلها تعتمد على استراتيجية مهنية كترمي بالأساس إلى توقيع اتفاقيات مع مؤسسات وطنية ودولية وكذا فتح المجال أمام الاعتماد على الكفاءات الشابة المغربية رحبوا من جديد في ضيفتنا نوال الشريبي اللي جات من عالم المال والفينانس لعالم البحث الإلمي والابتكار ونذكر بالإضافة لهذا المهمة ديالها وهذا المجال اللي كتشتغل فيه من 2022 هي على رأس مع هذه الدراسات المتقدمة وشغلت أيضا على رأس تطوير اختبار 100% مغربي لدي بيستشجير كوفيد مرحبا بك نوال شريبي وكل عام أنت بقى في خير من جديد الله يبتك فيك شكرا أجبك من المال العالم البحث الإلمي والابتكار أنا من بعد شهادة البكالورية في 1994 هنا في الرباط مشيت لفرنسا بش نتابع الدراسات العليا أخديت وخدمت في دي كابينة دوديت اللي بيك فايف اللي باك دونك في باريز خدمت مدة 8 سنين استقريت في باريز جوجت وولدت بنتي صفك الخدمة كانت صعبة بززاف آه 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 من حيث وأن بنتي مني كانت عندها تلسنين ونص باش قررنا ندخلو المغرب معرفش أنا كيفاش كبرت ديك تلسنين ونص من حيث ديما أمبيتو ممكن تشغول فزا آه ولكن كانت رغبة رغبة قوية بززاف باش نرجع لبلادي لأنا ولا رجلي كنا مفاهمين بقيت على هاد النقطة هاد النقطة هادي مني رجعنا في الفين وسبعة جاني واحد العرض من شركة متعددة الجنسيات في الربط في مجال الاتصالات إذن بديت معهم كمديرة مالية دوكتوشو في دومان دالي فينانس ومن بعد سنتين ونص جيت واحدة شركة ديال تشغيل پور مي بروبوزي ان بوست في الفونداشون مصير اللي كانت يالله هات نشأت نشأت في الفين وسبعة بهاد بهاد البوست ديال مديرات مديرات الأعمال الإدارية والمالية في مؤسسات مصير عالغمشي دوست المقابلات مي كانت بلس لكوريوزيتي بغت عرفي شنوك بغت نعرف شنوك هوا هد البحث العلمي والابتكار ومؤسسة سنوك بقل ملتناشنال عالغم جابي لعبيتود بغت نمشي نشوف ودوست المقابلات والمقابلات الأخرى عاليبا كانت مع الرئيس ديال المؤسسة وقال لي جوج كلمات اللي معمري ما غنساوهم في حياتي إذن شاف السيفي ديالي شافو قال لي شوف هات شي كلو مزيان لپاركور ديالك مزيان لكمبيتنس تكنيك أكثر ولكن أنا بغيتك تخدمي بلادك تخدمي في مؤسسة وتسهني في تطوير ديال بلادك ومجردك ومجردك خرجت من ديك المقابلة عيت الزوج ديالي قلت له شوف راني غادي جوي كيتي ديك لهذا وغادي جوي رجوان مؤسسة مصير بون ما فهمش ولكن بيانسور احترم القرار ديالي اكزاكتما ومنذ 2009 إذن راني في مصير في 2016 تعيينت مديرة عامة بالنيابة وفي 2018 مديرة عامة إلى حد الآن مؤسسة مصير هي مؤسسة تابعة لجامعات محمد الساديس متعددة تخصفات في بنقرير والهدف ديالها القيام بالبحث العلمي اللي غايستاجب الاحتياجات في الاقتصاد في الصناعة في الصحة في الزراعة الدقيقة دوك وني دان ضلاء اغيدي ابليكي اي ابليكابل تبدلت حياتك فاش بدلت المشوار الجديد ديالك طرقتي ناوال شريبي في ديك المرحلة اللولة تحدي راسك بش تألمي هي انني وصلت لما سير وانا ما عنديش في المشوار ديالي يعني ما ما عنديش شو ني دوكتور ني شخ شخ شو جام خوفي الفينانسي وغتسير واحد المؤسسة اللي كلها بالنساء والرجال من طرز عالي داكو في العلوم وخستك خستك شانقو تلقي طريقة للعمل والتواصل باش هما يقبلك يقبلك فاللول كان سهل ولا صعيب يقبلك لكن صعيب فاللول صعيب بزاف حيث هما يعني بكل احترام والحب اللي عندي دا بالباحثين والمهندسين إلا ما كنتيش من عندهم منهم تتجيهم بشي شخ ألاش جي هي من ضمن خور وصورتو أنا جو سي زين فام فهمتي بون جاوي لاج كو جاوي all epoch وغادي نجي وغادي نبرزتهم بلا جيسش بلا بروسيدور بشوز اللي فهمتي الباحث الباحث رسومي كلا بروسيدور بلا باعثين بلا باعثين بلا باعثين بالقديم بلا باعثين كلا بباعثين للا باعثين من الخارج كانوا تحديات طعموا تحديات إذا باش تسلحتي باش تحليهم يقبلك اه شنو كان سرك حتى ماشي ساهل ان تخلي واحد دوماني يقبلك انت يجاي خارج ماشي سهل ولكن العمل العمل والجدية ولكوت اتخاليكوت اتخالي سبونيب فهد النس هادو يعني انا البرو ديالي ديما محلول ماشي ديك المديرات اللي غادي تاخد رانديفو باش تشوف نهائيا ومع مري ما حسيت براسي مديرة عامة دي المؤسسة جسوز يون كوليغ جسوز يون كوليغ كومي نوتر وكبرناه انسامل هادي دبا خمستاش العام ونا في مصير ستاش العام قازيما دوك ما كانش ديك ديك لوليغ يراخشيك كان احنا كنا مع بعضياتنا غنزيد القدية اكزاكتم دحيت بزاف دحيت بزاف على ودخدمتك دحيت دحيت خديثي موقت عائلتك بزاف بزاف سيفري والحد الان ولكن او تاني الحاجة اللي تتخليك تضحي بهد الوقت هي انك تتبغي لي تدير دبا انا اليوم متان انا تمام متان شوفش راسي في بلاسة اخرى هادي بلاستك هادي مهم انتو كان هادي المجال هادي المجال والحمد لله احتلو في الدبا اللي تابعين الجامعات محمد السادس يعني اليوم قاعد المختبرات ديال مصير راهم في بنقرير وكاين يدزان في هاستركتور كاين بنية تحتية وامكانيات متطورة اكزاكتما امكانيات اللي غادي تعاوننا بس نزيد ونطوروا البحث العلمي في بلادنا علاقتك او لرسالتك الشابات يشتغلوا في مجال البحث العلمي او لحلمهم يدخلوا لهذا المجال اليوم الحديث على المؤسسة اللي انتم تابعين لتقنيات والتطورات كاينة الامكانيات موضوعة كاين بزاف ديال مجهود اللي يدرب من وقت اللي بديتي لدابة بزاف ديال الامكانيات وليت متوفرة شابات بغن يدخلوا لذي المجال شنو تقولي اللي هم حكم الخبرة اللي راكمت السنوات اللي جانا النساء الطالبات والمهندسات والباحثات في مصر تنظر على المؤسسة مصر تساهموا بزاف الانتاج العلمي 35% ديالبراءات الاختراع ديالمصر شغالي نقول لها الطالبات هنقول لهم كين اليوم ان يكو سيستم اللي تيقدر يمكنهم يمكنهم انهم يزيدوا يعتبوا ويزيدوا وتعلموا ويزيدوا شوفي بعد سنوات تقدر يتكتب قصتك كيفاش بدلتي من مجال من مجال كيفاش كانت راحلتك وكيفاش ديك الكلمة ديال نخدم بالادي خلتني نقلب كل شي ونشي قلبه وي ودابا الحد الآن راني عائلتي في الرباد راجلي ولدتي في الرباد وديقارو في الرباد ولكن أنا بحب هاتشي اللي تنذير لا مصير ولا الياس هادلي ايه المسؤولتين بجوج عندي داريف بنقرير كنت كدسي أدت اياس وتندوز تلتيام في سيمانة حتى وكان سيمانة بحث بسيمانة أخرى كان نخصنين كنتم إذن الحمد لله على راجلي وعلى ولدتي اللي تيتفهم تيفهموا وتعاونوني المنكور أجنتوك المنكور جلور دوا بوكو داخل اليوم لك وتحياتنا اليوم والبرنابج لعائلتكم كاملين كامرأة فينك تحثي الحاجات اللي ما شاء الله الكزين تتوت سلامك الداخلي شنو كي أمنو لك في الحياة انك تكون بخير متقبل الأشياء الإيمان قوة الإيمان بالله وما غانزين دي وغير اللي مكتبو علينا سيدة ربي يعني هذه بدأت نأمن بها الإيمان والعمل الخدمة والمتابرة والجدية والحب دي العمل شكرا 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 لكم أنا متأثرة بقصتكم كنساء ونفتخر بكم كسيدات مشرفاتنا ودوام صحة والخير لكم وللأسر ديلكم وشاء الله تكونوا اليوم مصدر إلهام لبزاف دي الشابات اللي ما زلتها لفاتوا ما عرفت شروعهم لنبدأوا البرمجة مستمرة طيلة أيام هذا الأسبوع ونذكر هي برمجة خاصة باليوم العالمي للمرأة شكرا شكرا لحسن المتابعة وتنتمنى يا ربي أننا نكونوا دايما نخفاف على قلوبكم تستفدوا وتستمتعوا برفقتنا تقعوا على خير على الأولى اشتركوا في القناة